أهلا عن جد وصفة الرز هذه طعمها خرافي وعشان نبدأ معك الوصول المكوناة لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة أول إشي رح أبدأ في تحضيره تدبيلة الدجاج عندي ملح وفلفل أسود وبابريكا وبهرات دجاج وبودرة بصل وكاري وبدأ أضيف حوالي ربع كوم من الزيت النباتي وكمان ربع كوم من عصير الليمون وعندي حوالي معلقة صغيرة من التوم المفروم بتقدر تستبدليها ببودرة التوم بدأ أخلط هاي المكونات كتير منيح وبعد هيك أنزل عليها بالدجاج هذا الدجاج طبعا أنا غسلته ونظفته كتير منيح وبدأ أتبلوها الحين بهاي الابهرات وأتركه منقوع فيها حوالي الساعتين كل ما تركتي فترة أطول كل ما طلع عندك نكية الدجاج كتير أزكى رح أغلب في الصحن اللي فيه الدجاج بالنيلون وأحطه بالتلاجة عابل ما أحضر الخطوة اللي بعد هيك وخلينا نبدأ في تحضير الرز في تنجر على النار بدي أحط فيها زيت نباتي وشرايح من البصل أنا قطعت حوالي أربع بصلات بدي أسيبهم بس يدبلوا شوي ما بديهم يتغير لونهم ورح أضيف عليهم حوالي من خمس لست حبات من التوم التوم حب صحيح زي ما أنتو شفتوه بجشره ورح أغلبه مع البصل شوي لحد ما تبدأ تطلع نكيته وبعد هيك بدي أبدأ أضيف البهرات أنا استخدنت حوالي معلقة كبيرة من بهر الجدرو وفلفل أسود وفلفل شطة وفلفل أخضر وبدي أجلب هاي البهرات مع البصل والتوم كتير منيح لحد ما تظهر عندي نكيتهم وريحتهم بعد هيك أنا في عندي ثلاث كاسهات من رز البسمتي المغصول ومصفة بدي أجلبه كتير منيح مع البصل والتوم لبهرات كل ما قلبتي الرز أكتر بطلع معاكي بعد ما تطبخيه مفلفل وكل حبة بحبتها بعد هيك بدي قليكي عليه نص عيار المي أنا المي اللي ضفتها مية سخنة مغلية وبدي أضبط ملحه وضفت له كمان بودرة ماجي والحمص وبدي أجلبهم مع بعض وأغطيه وأتركه على نار هاتيا لحد ما يستوي نص استوي بهالوقت بدي أحضر الطنجرة اللي بدي أغلفها بوراج السلفان أنا بحط طبقتين من وراج السلفانة بغلف الطنجرة كتير منيح وبحب كمان أحط طبقة من وراجة الزبدة ورح أدهنها الدهنة بسيطة بالزيت النباتي أنا بحب أضيف وراج الزبدة عشان وراج السلفان معروف إنه هو غير صحي فبتكون وراجة الزبدة طبقة عازلة بين الأكل وبين وراجة السلفانة وبدي أرس كل الدجاج زي ما أنتوا شايفين وكمان رح أضيف على التوابل والبهارات اللي كانت منقوعة فيها وبعد هيك بدي أضيف الرز بعد ما تركته استوى نص استوى الرز ريحته عن جد بتجنن بعد هيك بدي أضيف كمان طبقة من السلفانة على وجه الطنجرة وأغطيها وأتركها على نار كتير هادية لمدة ساعة عندي هان بعد ما تركتها ساعة كاملة على النار صار الرز والدجاج مستويين بحب إني أعملها بنكهة المندي لمدخن بحط عندي فحمة على النار بخليها تجمر كتير منيح وبعد هيك بضيفها في صحن أو في بركة جزيرة صغيرة وبحط عليها شوي من الزيت النباتي أو السمنة بتعطيني نكهة عن جد خرافية وهيك ما شاء الله عندي رز لمسلفا بعد ما قلبته بالصينية الرز كتير مفلفل ولذيذ والدجاج نهيان ولو تركتيه مدة أطول شوي حيطلع معاك بحمر أكتر طريقة رز لمسلفا بتختلف من شخص للتاني في ناس بتحب تكون بنكهة الرز القدر وفي ناس بتحب تكون نكهات تانية يعني ممكن تعمليها بنكهة المندي أو بنكهة البرياني بأي طريقة ممكن تحبيها وفي ناس بتعملها كمان بتضيف لها بعض الخضروات مثلها مثل المجلوبة فإنتي حضريها بأي طريقة بتحبيها أنا أعطيتك الأساسيات وإنتي بتقدري بعد هيك تستبدلي أو تحطي أو تضيفي أي إشي بتحبيه زينتها أنا هنا بشرحات من الليمون وضفت لها شوي من البكدونس وكمان شرايح من اللوز المحمص وعن جد عن تجربة طلع طعمه بشهي وأهم إشي إنك بتقدري تعمليه حتى لو في العزو ما عندك تقدري تقدمي لضيوفك أتمنى إنه فيديو اليوم يكون عجبكم إذا عجبكم لا تنسوا اللايك وما تنسوا الاشتراك بالقناة أحبكم مني أحلى تحية من قناتي أحلى الوصفات صحة وعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر